بكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام متابعي مركز الشيابي البحث والدراسات مرحبا بكم في لقائنا هذا استجابة لما يحدث الآن في فلسطين والحرب الحرب قائمة هناك أن يقتل أهلنا هناك تقيقا يشرد الأولاد ييتم الأولاد وترمل النساء نحاول أن نتبين لماذا هذه العدهات العداوة بين اليهود والمسلمين لماذا اليهود يقتلون إخواننا هناك لهذا صدفنا الأستاذ الدكتور جمال الأحمر أستاذ العلم الاجتماع بجامعة الهضابة مرحبا بك أستاذ أهلين وسهلين مرحبا لمن لا يعرف أستاذ جمال فهو أستاذ جمال بن عمار الأحمر الأنطاري من موليد 1960 أستاذ العلم الاجتماع التنمية بجامعة محمد المين دباغين بستيف له دراسات عليا في أصول دي بجامعة الجزائر دراسات عليا في علم النفس الطربوي من جامعة الجزائر كذلك لصنص دعوة والإعلام في جامعة الأمير عبدالقادر بخسنطينا كما هو حائز على ماستر علوم سياسية وماستر علوم اقتصادية وماستر علوم مقارنة الأديان بجامعة سويسرا مرحبا بك أستاذ أهلين وسهلين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما ثرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض رواهم مسلم وفي رواية البخاري حبسهم العذر أستاذ جمال لو لا رواية البخاري لا قضية علينا لسنا كنا مرضى الحمد لله جاءت الرواية البخاري العذر والسعة الأمر الله يلطف الله يلطف فينا لماذا هذا الموضوع أستاذ جمال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه نحن نعيش مرحلة فارقة في حياة الأمة بل في التاريخ الإنساني والبشري كله هذا ما قاله بايدن أيضا وما يقوله كل الناس وكل العقلاء في العالم أثبتت الأمة الإسلامية اليوم أنها في حال الأرانب أرنب يذبح وبقية الأرانب تشاهد ليس لنا من الأمر شيء ليس لنا من الحيلة شيء أخشى أن لا ينطبق علينا هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري فرواه أبو ذاود بلفظ آخر ولعله مجلس آخر إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فسأله الصحابة كيف كانوا معنا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا حبسهم العذر بينا كيف حبسهم العذر هل نحن حقا معذورون في هذا الواقع قرأت عافي عام 95 مذكرات وايزمان وايزمان أهم رجل أسس ويؤسس الأمم المتحدة وحكى ذلك في مذكراته كيف اتصل بالرؤساء وكيف رشى بعض المسؤولين وبعض الرؤساء في العالم لكي يهدموا عصبة الأمم ويؤسسوا الأمم المتحدة لماذا؟ لأن عصبة الأمم بقوانينها وتشكيلاتها لا تناسب قيام دولة مزعومة لليهود لليهود العلمانيين فلذلك أرادوا أن يؤسسوا هيئة أممية تشرف على فرع أخرى للصحة والثقافة والتعليم ولغيرها فهذه الهيئة الأممية تكون مهيئة لاستقبال دولة لليهود العلمانيين حتى إذا ضربت ضربتها لا يمكن لبلد مسلم أن يتدخل ولو أن يدخل قنينة ماء لأخوانه ليشرب أبشع احتلال رأيناه لا حد الساعة في تاريخ البشرية تدمر المنازل على رؤوس أصحابها ويهجر ثم يدمر المهاجرون النازح يدمرون هو نازح وعفشه على غاره ويقنبل ويرمى بالطائرات هذا هو العلو طائرات مصيبة في بلاد المسلمين والمسلمون لم يفكروا بعد في صنع الطائرات ضصول يهودي في فرنسا أسس مصانع مصنعا كبيرا وصنع طائرات كثيرة وهيمن على مجال الطيران المدني والعسكري وغيره والمسلمون لا زالوا يحلمون اللهم عند بعض المحاولات في تركيا نسأل الله تعالى لها النجاح للإسلام والمسلمين أمة المليار كلمة أشك فيها جدا أستاذ جمال اليهود كان موقعهم في القرآن الكريم هل تحدث عن القرآن الكريم؟ نعم برك الله فيك اليهود حتى نضع المسألة في الصورة هناك فرق بين اليهود وبني إسرائيل نعم فليس كل يهودي من بني إسرائيل وليس كل واحد من بني إسرائيل يهودي والعرق هو العبرانيون كما نقول في الدرجة الجزائرية عبري عبري ومرروا علينا بعض اليهود في الجزائر مرروا علينا بعض الخرافات وصار الجزائري لكي يمدح أحدا بالذكاء وقلوا ذلك عبري عبري كبير معناها أنه ذكي وقوة طبعا هذا كله من تغنديف الذي مارسه اليهود في المجتمع الجزائري طبعا راحنا الله منه فإذا العبرانيون هم قوم إبراهيم عليه السلام فلم يكونوا يهودا ولم بني إسرائيل بعد ذلك جاء إبراهيم عليه السلام ثم ابنه إسحاق ومن أسحاق يعقوب فابناء يعقوب هم بنوا إسرائيل فهو إسرائيل الله يعقوب وإسرائيل هو إسرائيل الله هكذا يسمى فطبعا هذه المسألة موجودة في التوراة نحن المتفقان بهذه المسألة وأنا درست التوراة بعدة لغات ولا أنصح المسلم أن يقرعها إلا أن يكون من أهل العلم متمكنا ويرد عليهم وأنا قد جادلتهم كثيرا في كثير من مناسبات في عدة دول وكان أستاذي الأكبر الذي أشرف علي رجل يهودي مستشرق يهودي كبير لكنه لم يكن صهيونيا جاك باغدنبورغ وكان يتحلى بأخلاق عالية شهادة لله يعني ولزال ابنه في مكانه الآن في جامعة لزان فأنا مطلع على التوراة وأقول هذا بحكم الطلاع لا من خلال قراءة كتب إسلامية تقول هذا كلام لا بالمصدر فالعبرانيون من أبناء إسام تعلم أن آدم عليه السلام ابنه الأكبر قتل ابنه الأصغر ما يسمى التوراة به قابيل قابيل وهابيل كاين قتل عبال فقابيل قتل هبيل فنحن أبناء من أبناء القاتل من أبناء المقتول لا أبناء هذا ولا أبناء ذاك نحن أبناء شيث وهو نبي من الأنبياء فشيث عليه السلام نحن من أبنائه فهو الوارث الوحيد لآدم عليه السلام وبعد ذلك جاء الطفان فأخذ البشر الذين كانوا على وجه الأرض فسواء كان الطفان عم العالم أو لم يعم العالم كما وقعت بعض المناقشات هذا كله ليس له معنى إذا كان مثلاً البشر موجودون في مكان واحد وعمه الطفان فلا حاجة لأن يعم الكرة الأرضية كلها المهم أن البشر لم يبق منهم أحد الوارث الوحيد هو نوح عليه السلام وأصحاب السفينة ولكن بعد ذلك أخذ الله أصحاب السفينة متعاهم بأولادهم لأنهم مؤمنون ولكن أولادهم لم ينجبوا فالوحيد الذي أنجب هو نوح عليه السلام الوارث الوحيد لآدم عليه السلام هو نوح وجعلنا ذريته هم الباقين نص صريح ووضح فجعل الله ذرية نوح عليه السلام هي الوحيدة الباقية على وجه الأرض لا يوجد الآن على وجه الأرض من البشر من هو خارج أبناء نوح عليه السلام وأبناء نوح كما ثبتها في أحاديث كثيرة نبوية ومنها أحاديث ضعيف ولكن لو مقويات ترفعه إلى الحسن يقول فيه بعدة روايات يقول سام أبو العرب وحام أبو الزنج ويافث أبو الروم فسام هذا يغلب على الظن من ناحية التاريخ تاريخ غير الدقيق كما يسمى بالإنسة في العلوم المعاصرة الأنتروبولوجي الأنتروبولوجيا يعني روايات تاريخية ليس عليها دليل قوي ولكن هناك مرشحات تدل على أن الأمر صحيح يعني سفينة نوح عليه السلام أين أرصت أرصت على الجودي الجودي أين في بلاد الأكراد بلاد الأكراد أين تأخذ جزءا من إيران وجزء من العراق وجزء من تركيا في جبل يسمونه بالتركية أن ذاك الكردية أرارات فرصت على هذا الجودي الجودي والأكبر وأراراته بالتحديد وثبت هذا في عالم الأثار الأكيولوجي ثبت هذا السفينة أرصت هناك فأولاده أين يذهبون بشكل طبيعي الناس عادة عندما ينزلون من مكان عال يذهبون إلى الأماكن المنخفضة التي فيها ماء ولذلك ظهرت حضارة وادي الرافدين وبابل وغير ذلك وهناك جبل القاسيون في دمشق يقال أن فيه قبر سام ولذلك هي شام في اللغة السامية القديمة السين والشين متقاربتان شام بين السين والشين شام يبدو أنه مدفون هناك حقا يغلب على ظن ذلك من خلال ما قرأت هذا الدليل اليقيني غير موجود عند أحد ولكن ترجحات يبدو أنه مدفون هناك وأتوقع أن إخوته مدفونون غير بعيد عنه في الدول القريبة وخاصة وخاصة يافث لأن يافث ابنه روم ثم يونان روم الأكبر ثم يونان الأكبر ثم روم الأصغر ثم يونان الأصغر وبالتالي كل أوروبا وأمريكا من أبناء من أبناء روم من أبناء يافث والعرب معهم العبرانيون فهم أبناء جد واحد الذي هو سام نحن ساميون ومن المغالطات الموجودة داخل التوراة المحرفة أن الساميين هم العبرانيون وحدهم وهذا من الأخطاء والخليطات الكثيرة الموجودة داخل التوراة في الأنساب وتناقضات مكشوفة يعني لا تحتاج إلى برهان كبير فيافث المسألة واضحة يعني الملونون بالسواد وما إلى ذلك وما شبه فهؤلاء من أبناء حام ويقع الاختلاط بعد ذلك بين الأجنس ولكن الدراسات الوراثية الآن سيطرت عليها نظري داروين ولازالوا متمسكين بهذا الأب القردي الموجود في إثيوبيا وبعض الخرافات التي لازالت موجودة في البعية التاريخي القديم جدا نحن نفضل أن نكون أبنا آدم وأنوح على قرد فتح الله عليك ثم أستاذ إبراهيم عليه السلام جاء من العراق جاء من العراق وعبر إلى حران إلى الشام إلى الشام ودخل مصر وما إلى ذلك فإذن لديه ابنه إسحاق طبعا وإسماعيل ولد في الجزيرة العرب في مكة وإسحاق أنجب بعد ذلك يعقوب ويعقوب جاء بأبنائه وهؤلاء يسمون ببني إسرائيل نعم هؤلاء بنوا إسرائيل إذن قوم نوع عليه السلام هم العبرانيون وطبعا أبناء يعقوب من العبرانيين ولكن ليس العبرانيون كلهم من بني إسرائيل لأن إسرائيل من تحت ثم بعد ذلك اليهود هم أتباع موسى عليه السلام الذين اتبعوا دينه ويبدو أن التسمية لها أصل من الهداية وما إلى ذلك كما قال موسى عليه السلام في القرآن الكريم إنا هدنا إليك عندما كان يسترحم الله تعالى في الجبل عندما أخذ معه سبعين رجلا للميقات مع الله ليعتذروا عن كثير من الأخطاء والتجاوزات وما إلى ذلك قال إنا هدنا إليك فمما قدمه من اعتذارات قال إنا هدنا إليك عندما يرى أن يهود كلمة يعجمية غير مصرفة خاصة الأستاذ عبد الفتاح الخالدي رجح أنها غير مشتقة طبعا الدراسات تختلف دكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي عليه رحمة الله رجل طبعا هو أولا فلسطيني فهو يعاني المسألة بشكل مباشر وهو متخصص في الدراسات القرآنية وله كتاب الشخصية اليهودية في القرآن أي نعم وله مؤلفات كثيرة منها هذا الكتاب المعروف عن الشخصية اليهودية في القرآن الكريم وطبعا كلبه محترم في هذا المجال ومن علماء الإسلام يرفض كلمة اليهودية والنصرانية مئة بالمئة أما أنا فأرى فيها بعض يحتاج إلى تفتيت المعاني أن تحكم على شيء دفعة واحدة مسألة صعبة أن تفتته ثم تقول هذه لا هذه لا هذه نعم هذا يكون أحسن فكلمة إن هدنا إليك توحي بشيء في العبارة ما كان وإنما الله تعالى عندما رد المسألة اليهودية أو التعبير باليهودية ردها عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وهذا منطقي منطقي لأنه هو الجد هو الجد فكيف يكون الجد الأكبر قعدد كيف يكون تابعا هو لموسى عليه السلام من أحباد أحباده ولماذا تغير الإسم استاذ من بني إسرائيل اليهود ولا حتى هذا يهود إن هدنا إليك بمعنى العربية معناها انتقل من شيء إلى شيء كل انتقال من شيء إلى شيء فنقول هذا فانتقل من معصية إلى التوبة من حال الكفران إلى حال الشكران فالمعنى ليس بعيدا لكن متى أطلق هذا اليهودية تخلاه على بكالة بني إسرائيل وطاقة نكليهودية طبعا كلمة يهودية هي عندنا نحن العرب يهود أما في اللغات الأخرى فهي ليست يهودية جوش الإنجليزية جودايزم جودايزم اليهودية بالإنجليزية وصاحبها اليهودي نقوله الجوش فانجويف ديجويف نظر كيف التحورات الموجودة ولكن بالألمانية يوديا والهاء غير موجودة فإذن هذه من خصائص العربية أخبر أستاذ لماذا تتخلّوا عن كذبة بني إسرائيل وطاقة كلمة يهودية لماذا نقول اليهود لأن نقول بني إسرائيل متى أتى التسمية اليهودية ما كان إبراهيم ويهودين والنصرين متى وقعت هذه الكلمة أنا ليس لدي جواب في هذه النقطة حتى قبل القرآن الكريم استعملهم اليهود استعملها ولم يرفضها في وصفهم نعم وهو رفضها إذن كان وصفا قبل القرآن الكريم قد يكون صحيحا إنما هم مسلمون تعبير على أنه مسلمون جميعا من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا المتبق عليه لكن أن تم تميز بصفة معينة فهذا لا يمنع لا يمنع أن توصف بال وقد مدح الله تعالى الذين قالوا إن نصارى ولكن أستاذ لماذا الصراء هذا الصراء بين المسلم واليهودي إذن هذه هي المقطة لماذا نحن نهتم كما تفضلت بالشخصية اليهودية لماذا نحن ندرس هذه المسألة ندرسها من باب استراتيجي فأولا الآن من ناحية الواقع فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية هذا مصطلح دقيق القضية المركزية للأمة الإسلامية ففي العلوم السياسية لها معناها العميق وهي متطابقة مع الإسلام انطباقا تاما معناها أنت أن تكون رب عائلة ولديك ولد مريض فبمن تهتم أكثر بالمريض نحن أكبر مشكلة ما زالت قائمة عندنا الآن هي فلسطين من الثامنة والأربعين لم تستقل والمشكلة لإحتلال البريطاني قبل ذلك يعني أطول إحتلال عرفه بلد مسلم فهي أكبر ضررا التي عانت أكبر ضررا من بقية الدول المسلمة لذلك هم إذا تأملت بإخواننا الفلسطينيين تجدهم يتشجعون يحبون الجزائريين أولا ليتشابوا الطدع وللأنفة الموجودة في الجزائريين والأمر الثاني يتشجعون بالجزائريين لأن الاحتلال الفرنسي بقي 132 سنة فضع نفسك في مكان فلسطيني يتشجع بمن بقي الاحتلال في بلاده 50 سنة يتشجع بمن هذه المسألة نحن الأندلس لم ننساها قضيتنا المركزية أيضا لكن هذه أقرب إلى الواقع من الأخرى أخرى ضاعت كادت تضيع فإذن لذلك تجد أن الله تعالى هذا من ناحية أن فلسطين عصابها ضرر كبير داخل الأمة الإسلامية فضلا عن مكانها الاستراتيجي فضلا عن قيمتها بلد الإسراء والمعراج فقيمتها الدينية مركزها الاستراتيجي داخل بلاد المسلمين طول الاحتلال الذي عانته البريطاني ثم اليهودي العلمني وبعد ذلك المشكلة أن الله تعالى من الشق الثاني حذرنا من اليهود لتجدنا أشد الناس عداوة للذين آمنوا لم يقل للمسلمين للذين آمنوا انتبه جيدا للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أن يعاديك كمسلم وأنت لا تصلي فيجد قضيته خاسرة أن يعاديها أن تعاديها كمسلمة وهي لا تلتزم دين ربها في الستر وما إلى ذلك ستجد نفسها تتعب نفسها كيهودية ضد إنسان لا شأن له بالدين لذلك الإيمان درجة أعلى من الإسلام الإسلام أن تلتزم الضروريات تشهد الشهادتين وكما أفتع علماؤنا المعاصرين غالب العلماء المعاصرين قال أن تلتزم بركن واحد من الإسلام إما أن تصوم رمضان وإما أن تصلي كما يفعل إخواننا في العراق يصلون ولا يصومون ليس طبعا كله بعض الناس والعادة عندنا في الجزائر لا يصلون وفي رمضان شعر رمضان يصومون وقس على ذلك في بقية البلدان أما الإيمان فدرجة أخرى أن تؤمن بالإسلام كمصير كقضية كمنهج حياة كدين كدين كامل أستاذ ألقى أن الصراع لليهود المسلمين هو قديم أو جديد مع اليهود هو قديم جدا قديم من قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قبل أن تأتي الرسالة فعلموا من دينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي وأكدها عيسى عليه السلام لبني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعد يسمه ووردت آيات كثيرة تثبت أن أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون إذن هم منذ البداية كتموا الخبر عن أهلهم صار قضية مزايدة داخل داخل الدين داخل الدين نفسه قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قراطيصة قراطيصة يبدونها ويخفونها كثيرا إذن صار لعب بالدين كما تفعل المخابرات العالم من هنا يظهرون شيء من الإسلام ويخفون شيء آخر يظهرون شيء من أعمال المسلمين ويخفون أخرى يذكر القبيح ويستر المليح ولعيذ بالله فهذا ما يفعله المبطلون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والدينية والحياتية وكل شيء هذا ما فعله اليهود قبل لمجيء الرسالة وعندما جاءت الرسالة وحسوا أن هناك نبيا أرسلوا للجزيرة وتأكدوا أن النبي أرسل وعلموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وامتحنوه وسألوه وعرفوا أن هذا هو النبي النبي الحقيقي والمشكلة هي بالحسد يعني مشكلة قبيل ظهرت من جديد الحسد بين اليهود والمسلمين قبيل وهبيل المسألة نعيشها إلى حد الساعة من قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا كادوه مرات كثيرة وكادوا أن يقتلوه وقتل صاحبه الذي أكل معه وفضلا عن الحروب والخيانات والطباع البشعة التي كانت عندهم والكذب والاحتيال على الدين يعني مسائل في التوراة نفسها يحتلون عليها لكي يفعلوا أشياء أخرى طبعا المجال في هذا الحديث في هذا طويل جدا ستنادخل إلى القرآن الكريم ولا نخرج عن القرآن الكريم نعم كيف صور القرآن الكريم شخصية اليهودي أه بدون نعرف صفاتهم عن طريق القرآن الكريم عن طريق وكتابه آه طبعا طبعا هو القرآن دون شنآن دون ظل طبعا طبعا لكن طبعا هو القرآن الكريم يعطيك 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 الآية ولكن مصدق الآية هو واقعهم أكيد آه فإذن هنا القرآن الكريم صورهم بصفة هذه الصفة هي أنهم لا إيمان لهم وبسبب هذا النقص في الإيمان ماذا حدث صاروا لا يستطيعون أن يقاتلوا صاروا يخفون من الذي يقاتل يقاتل من له إيمان في قلبه من آمن بقضية هؤلاء ليس لهم إله يتمسكون به وليس لهم قضايا يمسكون بها قبل الحياة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة هذه الصفة الأولى حتى القرآن نكرها الكلمة حياتها نعم احتقارا لهم فتح الله عليه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة اللام للتوكيد ولتجدنهم ونشد أيضا للتوكيد حتى الصوتي ولتجدنهم أحرص على وزن أفعل وهذا أيضا التوكيد المحتلة يعني الحرص على الحياة متمكن في قلوبهم يريد لو لو تمكن لعاش خمسة قرون عشر لن يتزحزح من هذه الحياة يتمسك بها إلى آخر وإنسان كهذا لا يستطيع أن يتبنى قضية أبدا بمجرد أن تطرح علي قضية ينظر فيها هذه تخالف رغبتي في الحياة أم لا إذا كانت تخالف رغبتي في الحياة في التمسك في الحياة لا 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 أنا أؤمن بهذه النظرية وهذه الفكرة وهذه لن يؤمن لك أبدا وهذا كله لعدم إيمانهم بالله هذا ما أردت أن أطرحه أن إيمانهم مهتز نحن الإيمان عند الإسلام بيّنه الله تعالى في القرآن الكريم ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ستة أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيري والشعر نحن إذا جئنا إلى القدر آخر شيء معظم اليهود تجدهم قدريين بالمعنى الحتمي بالمعنى حتى أينشتاين أنا سجلت محاضرة في المرة الماضية في اليوتيوب وبينت نظريته بالحتمية كيف هي مرتبطة بالعقيدة القدرية التي جاء بها اليهود الجبرية يعني قدرية بمعنى الجبرية قدرية الجبرية وكان كل شيء مكتوب علينا ولا خيار كل شيء مقدر فألقاه في اليم مكتوفا وقال له أياك أياك أن تبتل بالماء فقدرية وهذا مشاع عند اليهود ومعظم طوائفهم قدرية جبرية فالعمل لا يركزون عليه كثيرا ومن العجائب أن الحق يظهره الله تعالى بين الحين والحين على ألسنتهم منذ عامين أو ثلاثة تقريبا شاهدت شريط فيديو لحاخام يهودي فرنسي يتكلم بالفرنسية قال العوم يا جماعة لا نكذب على أنفسنا بهذه العبارة قال لا نكذب على أنفسنا يوجد في التوراة أن إسماعيل رحيم رحيم بإخوته ونحن إذا تأملنا في التوراة نجد إسماعيل كان يحمل أخاه إسحاق على كتفه ويلعب معه عندما يأتي من مكة إلى الشام يلعب مع أخيه ولم نجد أبدا أنه آذاه بشيء هذا يدل على أنه يحبه ورحيم به وما إلى ذلك وفي التوراة أن إسماعيل أولاده يخشون الله ومن علامات خشيته أنهم يصلون مرات كثيرة في اليوم وها نحن نشاهد في العالم الأذان خمس مرات على الأقل في اليوم فضلا عن بقية صلواتهم في بيوتهم وهنا وهناك في المزارع والحقول قال أليسهم أكثر صلاة منا قال بيني وبينكم أليسهم أكثر طهارة منا نظافة وتقليم أظفار واستحداد ونتف الإفط وكذا قال هذه قرأتها عندهم ونراهم هم أنظف منا لا رائحة فيهم قال نحن الناس تهرب من روائحنا في أوروبا وأمريكا وفي الدول التي ندخلها روائحنا بشعة من بعيد قال هم أنظف منا وأطهر منا ويصلون أكثر منا وبينهم رحمة ونحن بيننا حرب شديدة قال نحن لا نكذب على أنفسنا في هذا المكان نفسه الذي أتحدث به حرب شعواء قال لا نكذب على أنفسنا أبناء إسماعيل أرحم منا وأحسن منا قال انظروا ماذا حدث ليوسف مع إخوته قال انظروا وجاء بقصص قال يا جماعة لا نكذب على أنفسنا إشماعيل هو الذي ورث الرحمة الحقيقية من إبراهيم فلا كذب بيننا قد نكذب على الناس الآخرين أما بيننا فلا تكذبوا عليهم تتكلم أن تقول لهم اليهود سلام إله ولكن في القرآن الكريم يقول نحن أبناء الله ينسبون نفسهم لله عز وجل آه نعم كيف تتكلم إله ويقول نحن أبناء الله إذن قرب الأبناء القرب نعم أنا أردت أن أتكلم عن عقيدة لكن لا بأس نحن بدأنا بالركن السادس لو هو القدر أفسدوه وصاروا قدريين ويقولون على الله فيه ما لا يعلمون لكن إذا أتينا إلى الله تعالى أولا حرفوا إسم إذا حرفت إسم وضع قانون الهوية إذا أعطيتك أنا بطاقتي وفيها صورتي وعليها اسم آخر قانون الهوية متحقق فيها ما غير متحقق أو أعطيك بطاقة فيها صالح بن محمود والصورة هي صورتي قانون الهوية هذا من أهم النقاط التي يجب أن يركز عليها الإنسان تحريف المسائل لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس تسمي الأشياء المحرمة بغير مسميتها الزنا والخمر وكذا يسمونها بغير يضرب قانون الهوية كما نحن الرشوة هي هدية فتح الله عليك يضيع لك يضيع لك الهوية فيصير الإنسان يظنها حلال مدام هي هدية فالهدية قال فيها الله وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص يعني لا شيء إذن قانون الهوية خطير يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وقيمته عظيمة والصلاة عليه عظيمة صلى الله عليه وسلم صحيح كلام حقيقي ولكن بعد ذلك يرسق أشياء وآل البيت انظر المودة في القربة ثم يقول لك أنا 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 ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حرّبوا له الهوية أستاذ تحريف الهوية كيف اليهود الاسم إذن هنا هم لا يسمونه الله كيف يسمونه الله؟ بل سموه بعدة تسميات أجهرها يهوى 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 وإله وادوناي أدوناي تسميه صنمية بتاتا وإله هم هذه هم هذه هذه صيغة الجمع عندهم مثل ما نحن نقول مسلمون جمع المذكر السالم فالواحد إله والجمع إلههم الآلهة صار أنت تسمي لأن واحدا باسم إلههم إذن هنا أنت تريد أنت تريد الشرك لا تريد التوحيد المسألة الأخرى أنهم سموه يهوى وهذا من ناحية التسمية فضلا عن الصفات والأفعال وغير ذلك إذن إلههم وبعد ذلك أفسدوا حتى دين النصارى وجعلوا منهم شاهدا على دينهم أنهم أنهم على دين صحيح فظهر الطائفة كبيرة في أمريكا وفي أوروبا وفي العالم تسمي نفسها جيهوبا ويتنس شاهد يهوى جيهوبا ويتنسس شهود يهوى لديم واندو جيهوبا شاهدون على جيهوبا فمن أين أتيت بيهوى فإذن تحريب الإسم إذا حربت الإسم طبعا ليس المقصود هو الله تعالى كما نحن في الإسلام الأسماء هي توقيفية أسماء الله عزيزي توقيفية هم بذلك يصدون يحبت أن نسميه بشيء آخر يعطيك صحة فإذن يصدون الناس عن اسم الله إذا صدوهم عن اسمه سيدفعونهم إلى شيء آخر هذا التغليط ثم بعد ذلك يقولون إن يهوى خلق اليهود والآخرون لم يخلقهم أحد كلام غير منطقي بثة الإله يهوى إلى اليهود وحدهم البقية ليس لهم إله الأغيار القويم يسمونهم القويم وبعد ذلك خرجوا باستنتاجات أخرى يقولون نحن شعب الله المختار نركب الأغيار يقولون بعربية مكسورة نحن شعب الله المختار نركب الأغيار كلما سقط حمار ركبنا حمار ترمكم الله فيظنون أنفسهم ملوك العالم الأخوة ديمون كما يسمون أنفسهم فإذن هنا صدوا الناس عن اسم الله وصدوه عن فعله أكبر فعل له والخلق خلق صدوهم عن فعله وهكذا واجبات الناس تجاه الإله ما هي إذن صارت صارت المسألة مخلوطة جدا فلا يعرف الإنسان ماذا يفعل ما هو واجبه تجاه إلهه وما هو حقه من إلهه أن يدخله الجنة فكلام مخلوط جدا ومنها ما بني على الإيمان باليوم الآخر وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة صاروا يعني هذا الركن الآخر من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر هذا إيمانهم باليوم الآخر أن الناس يدخلون النار وهم حتى إن ولو عصوا الله تعالى عصيانا شديدا فإنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة يصبرون بعضهم بعضا على المعاصي وعلى الكفر وإفعلوا ما شئتم لن تعاقبوا إلا قليلا لا تخشي شيئا ستسامح في غالب الأحيان ستسامح وقليل من الناس جدا هم من يدخلون النار وإذا دخلوا بعد أيام قليلة سيخبرون يقولون أنهم يستفردون بالجنة الجنة الأسحال اليهود نعم الآية القرآنية نعم كنوا هودا أو نصارى تهتدوا لا ذاك شيئا فإذن يعني هم في عقيدتهم عن الله من جهة من جهة غيروا أسماءه أسماءه ومن جهة أفعاله والمسألة أول من أسس في التاريخ حسب ما علمنا من القرآن الكريم ذنب لله مباشر هم اليهود لم نرها عند أمم قبلهم لم يذكروا القرآن الكريم ذلك مثلا لذلك القرآن الكريم أستاذ من ذنب نعم ذنب القرآن الكريم بعضهم إذا يعني الله تعالى ذكر حالة بشرية لكل الناس تحدث لكل الناس أنه إذا أصابه الغناء يفخر عن الناس انظر لو أن الله تعالى كان لا يحبني لو أنه لا يحبني ما عطاني كل هذا المال فيشعر ما أعطاه الله من مال برهان على أن الله يحبه طبعا يتكلم في الغيب بالظنون وهذا يخالف المنطق ويخالف الدين فالله تعالى ماذا يقول في القرآن الكريم بهذا الشأن كل النمد كل الناس يعطيها كافر مؤمن لا يرى هذا شأني أنا كل النمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا لا أمنع أحدا من عطاء فليسب فليفعل فليكفر فليقتل المؤمنين فليقتل الأنبياء والمرسلين فليفعل ما شاء لكن يعطيه لماذا؟ لأن الدنيا لا تساوي شيء عند الله عز وجل وسيحاسب عليه هذا والاستدراج كما الاستدراج نستدرجه من حيث لا يعلم فهذا استدراج من الله حيث لا يعلم ظن أنه عندما أعطاه الله المال يظن المال له قيمة كبيرة حسب ما يظن هو مدام المال عنده قيمة كبيرة عنده هو معناه أنه عند الله عند الله له قيمة المال ولذلك يظن أن الله أعطاه الجن في الدنيا فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا لكن لا تقصد للناس كلهم هذا للناس حتى لا نظلم يعني أنا قلتها في البداية قلت لك كل الناس لهم حالة نفسية ماذا عن اليهود إذا لم يكن لا أقول كل الناس إلا المؤمنين أكيد إلا المؤمنين فالمؤمن دائما حذر ويفهم المسألة لكن اليهود طوروا المسألة أكثر إذا لم يعطيه يده المغلول يد الله مغلول يد الله تعالى وأن الله يده مغلول مشحيح نعم بخيل وما إلى ذلك هناك برق بين البخيل والشحيح البخيل هو الذي لا يعطي ماله للناس أما الشحيح فهو الذي يمسك ماله ويطمع فيما عند الناس مشحيح هذه فروق لغة 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 نعم فالشح أخطر من البخيل فيقول يد الله مغلول جرأة يعني يتصف الله عز وجل كفر فمن سب الله تعالى فهو أشبع باليهود فهو منهم ومنهم فيد الله مغلول وانظر إلى الرد غلت أيديهم ولعنوا بما قال رد الله تعالى عليهم غلت أيديهم طبعا هذا هذا وعيد خطير جدا لهم يوم القيامة سيعذبون عذابا أليما على كل من سب الله تعالى هذا ما صيره ولو ادعى أنهم مسلمون أو لا يدعون أنهم يهود أنهم على دين موسى عليه السلام ويحلموا بالجنة ويسبوا الله تعالى في الوقت نفسه فإذا فإذا ليس لله قدر في نفسهم يقدروا الله حقا ما قدر الله حقا كما قال نو عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقار وقر الله تعالى وقر أولياءه وقر العلمات يدعى في الحياة فكل شيء فيه دين أو فيه علاقة بالله عز وجل تجده يحترمه هذه علامته هذه علامة المؤمن أما الذي لا يحترم الله تعالى تجده لا يحترم كل ما يتعلق بالله عز وجل إذا سئل بالله فلا يباد وإذا وجد فيه كتاب فيه اسم الله لا يحترمه وإذا وجد إنسانا متقيا لله حبيبا لله قد يكون من أحباب الله لا يحترمه وقد يؤذيه وقد كذا وقد كذا هذه علامات كره الله علامات عدم تقدير الله نفسه يعني نحن في المثل رماذا نقول ما تضرب الكلب قد تشوف الوجه مولا تضرب الكلب هكذا يعني أوذر لي وجه صاحبه صاحب عزيز عليك واحترم قد يتألم من ذلك وتؤذيه ويفترض أن هذا الكلب يحبه أبوك وضربته أنسك مشكلة يا رجل أنت لا تحترم أباك ولا تحترم مشاعر وقد يكون جارك وقد يكون إنسانا يعني لو قيمة عندك ثم أنت تضرب هذا الكلب وتعتدي علي وما يلا تهتب من فروع المسألة القرآن الكريم يتكلم عن اليهود كثيرا ونحن نسمع عن حب اليهود المال كيف نصبر القرآن هذه النقطة هذه عند اليهود حبهم المال طبعا نجد هذه المسألة موجودة عند اليهود بكثق فاليهود عندما عندما خرجوا من مصر ماذا فعلوا بعدما خطط لهم موسى عليه السلام للخروج خفية وعملوا خطة سرية لكي طبعا هم كانوا خدم عند المصريين فالخادم ضرب مواعيد مع جماعته ليهربوا ويخرجوا خارج المدينة ويخرجوا ويقطعوا البحر يخرجوا إلى أن يلتقوا مع موسى عليه السلام في مكان محدد فماذا فعلوا سرقوا كل ما يستطيعون مما قل حمله وعظم قيمته وعظم شأنه فهو بعد ذلك حملنا أوزارا من زينة القوم شهدوا أنها أوزار صارت أوقار حمل موسى عليه السلام لا يعلم طبعا ذلك الذهب أين ذهب فيما بعد انحرافهم عن الله عز وجل دفعهم إلى عبادة الصنم وجدوا ناسا يعبدون الأصنام قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آله انظر وبعد ذلك عندما غضب عليه موسى عليه السلام انتظروا غيبته فلما غاب صنعوا العجلة من ورائه صنعوا العجلة من ذهب وجاءهم صانع ماهر محترف فنان اسمه السامري فحوله نحو الريح وجعل به تجويفات إذا دخل الريح من دبره خرج من فمه له خوة يعني أستاذ مع هذه كل آيات شق البحر العصر تشق البحر العصر تتحول إلى حية ومجرد ما جاوزوا الواد طلبوا أن يعبدوا آلهة يجعل لهم إلى آخر أي شخص نفسي طبعا هذه آيات ملحوظة يعني عيشوها مشي لو نخبرنا نحن لم نرى ممكن يدخل مشاكل ولكن عايشوا الأحداث ولكن في لحظة خروج من البحر طلبوا أن يجعل لهم آيات هذا هذا جوابه في قول الله تعالى إن الله لا يهدي القوم الكافرين معناها إنسان إذا جاء إلى القرآن الكريم ومنذ البداية قال في نفسي أنا عسكري فرنسي في الجزائر والحاكم أمرني أن أفهم كيف يفكر الجزائريون وكيف يتعصرون بالقرآن فتكون لهم شجاع ليقاتلوننا كيف يفكر الأمير عبدالقادر وأمثاله فأنا أقرأ القرآن الكريم لأفهم السر أتتوقع أن هذا يهتدي لن يهتدي لأنه منذ البداية صمم أن يغلق قلبه وأن لا يقرأ إلا بالطريقة التي يريدها متحيز كما نقول في المنهجية لفريكونسي عندك لفريكونسي الأفكار مسبقة من قبل أنت لا تريد أن تتبع الحق لا تريد أن تتبع الحقيقة لا تأخذ كل شيء وتفرزه هنا وهناك لتنظر بعد ذلك الصورة كيف تخرج لا منذ البداية أخذ هذه فقط طبعا لن تهتدي لن يهتدي إنسان كهذا وهذه هي النفسية التي عندها بني إسرائيل لن أتبعه لماذا صمموا أن لا يتبعوا موسى عليه السلام لأن هذا يخالف رغبتهم في الحياة هذا الرجل العنيف الذي يريد العبادة ويريد كذا وقد يطالبنا بالجهاد بسبيل الله ونقاتل أقوام آخرين أو قد كذا أو قد كذا حدثت عندما قد قرب منهم يدخلوا الفلسطين فاتح الله عليكم قلوا القرية قلوا القرية ماذا كان جاوب موسى طبعا هم دخلوا قوما جبارون نعم هناك جانبان في القرآن الكريم تناول هذه المسألة قالوا إن فيها قوما شبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتل وربك قاتل على كل شيء إنها هنا قاعدون إنها هنا قاعدون ذهب أنت وربك فقاتل يا رجل أين المنطق أنت تقول أن ربك قادر على كل شيء وأنه هو الذي خلقهم وهو الذي قادر على أن يميتهم وأن يفصل أجسادهم من بعضها بعضا أعضاءهم من أجسادهم فهذا بنت وربك فقاتل لماذا تحتاجوا إلينا وهذا ما حدث حتى أن موسى عليه السلام عندما انظر ماذا جاء لهم بالماء في الصحراء نعم فجروا العيون فجروا العيون كما نقول البلدية جبت الناس الماء أعطاهم السكنة يعني القرية كامل دخلوها والسكنة كين السكن موجود والماء موجود والطعام موجود بلا عمل المن والسلوى لكن يتساقط لكن طلبوا العدس والثوم البصر يعطيك صحة يعني محل الشاهد هنا رغم الخير الذي أعطاهم الله عز وجل ورغم المنافع التي جاء بها موسى عليه السلام إليهم إلا أنهم ناكرون للمعروف ناكرون للمعروف لا يعترفون بخير لا لله عز وجل ولا لموسى عليه السلام يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم هذه قالها الله تعالى في صورة واحدة ثلاث برّة صورة البقرة بقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي قل الحمد لله نزيد كما قال في القرآن الكريم لا إن شكرتم وذي تأذن ربكم لا إن شكرتم لا أزيدنكم قل الحمد لله نزيد قل الحمد لله نزيد ومع ذلك هم لا يحمدون الله تعالى على أي خير كل هذا الخير الذي لم يراه البشر أبدا منذ آدم عليه السلام إلى يوم نهام لم يكرمهم الله تعالى كما أكرم بني إسرائيل وطبعا هذه حجة عليهم سيعذبون على قدر الغرم على قدر الغنم على قدر ما أغنمهم على قدر ما يغرمهم على قدر ما أعطاك على قدر ما يحاسبه الله تعالى يحاسب القوي أكثر من ما يحاسب الضعيف ويحاسب العالم أكثر من ما يحاسب الجاهل ويحاسب المسلم أكثر من ما يحاسب لأنه يعلم أكثر من ما يحاسب إنسانا لا يعرف الإسلام البتة هنا هنا الإشكال فهذه النفسية التي منذ البداية قررت أن تتشبس بالحياة وبالمادة وبالمقبضات وباللمعان الذهب وما إلى ذلك وهو الذي جعلهم يختارون هذا الطريق ويصممون على الكفر مهما قرأوا من شيء فإنهم لن يتبعوا دينا ومنذ القديم مارتين لوتار النصراني المعروف الذي أسس الفوتستانتيزم في البداية ركز عليهم ظن أن اليهود سيصيرون نصارا من باب النعم ولكن في النهاية تيقن أن أقل الناس إيمانا واتباعا للحقهم اليهود وهذا بالواقع نحن دعوناهم في أوروبا ندعو الناس فاليهودي لا تحاول واحد من مليون أستاذ نتكلم عنها كلها صور سلبية ولكن حتى ننصف أستاذ حتى القرآن الكريم يتكلم في قضية بثا في المال إذا ذكر خيرا طبعا هو أنصف القرآن الكريم يتكلم عن الآية لا أذكر الآية في البقرة قطيته قنطارا يؤديه إليك دينار لا يؤديه إليك تتكلم عن نوعين تعطيه قنطار يؤديه إليك يؤديه إليك ويتكلم عن اليهود هنا لا لا عن أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب ها الكتاب اليهود أهل الكتاب هم اليهود والنصار اليهود والنصار يدخلهم اليهود يعني ترى هذه أولا ثاني حتى هناك من من اليهود من أسلم عبد الله بن السلام رضي الله طبعا كيف نميزها بذلك السين فين السين طبعا القرآن لا يضنوا أحدا يعني طبعا هذه الصورة الغالبة بثل السموء قضية الوفاء بالأهد يضرب بثل السموء ذبح ابن أم معانيه ولكنه لم يسلم هذا السموء العربي طبعا هو عربي ولكنه إبراني نعم هذا السموء طبعا كان بالجاهلية لم يسلم لم يدرك الإسلام كان بالجاهلية وشائر كبير ولكنه عربي فتلك أخلاق العروبة ليست شيء آخر فتلك ثقافته لا دينها نعم فأنه عربي ونشأ على تلك العادات فهذه قصة السماول أما بما يخص اليهود ما ذكرناه من هذه الأمور عن الهداية وما إلى ذلك غالبهم لا نقول كل عام نعم طبعا فيهم أنبياء كثر من أين جاء الأنبياء حتى قلت أستاذي كان طيبا آه طبعا آه طبعا ففهم حتى ولو بقي على دينه يهوديا ولكنه لا يكون معاد للناس مثلا لما يفعل هؤلاء العلمانيون هؤلاء نزعوا جانب شريعة موسى عليه السلام سنتدرق هذه النقطة الأخيرة نعم نعم هؤلاء ليسوا يهودا حقيقيين الموجودون فيما يسمى بإسرائيل في هذا الكيان فإذن فيهم فيهم أناس يسلمون وفيهم أناس يتبعون الحق وبزمننا ظهر الدعاة مثل مريم جميلة أسلمت في باكستان محكرة أمريكية معروفة أسلمت على يد بالأعلى المودود رحمه الله وأصدرت تأثيرا كبيرا وتركت مؤلفات أنا قرأتها تكتب بالإنجليزية وترجمت هذه الكتابات خليل أحمد الحامدي ترجم كتبها العربية هذه مرأة عظيمة ومثلا محمد أسد ليوبول وايس ليوبول وايس بالألمانية معناها الأبيض ليوبول وايس هذا يهودي نمساوي يعني البلد الذي ولد فيه زيغموند فويد وله كتاب طريق إلى مكة نعم أسلم وحسن إسلامه وعندما أدركته الوفاة قاربة وفاته قال يا جماعة أنا أفضل أن أموت في أرض الرباط لا في أرض إسلام أرض الرباط ما زال فيها نوع صراع على الإسلام وغيره فقال أنا أريد أن أدفن في غرناطة في المكان الفلاني وذهب إلى غرناطة وعاش أيامه الأخيرة هناك وتوفي ودفن في السبيك عليه رحمه الله أستاذ قبل أن نختم الوقت يداهمون نعم أطرق قليل إلى قضية عدت المصطلح كثيرا نعم اليهود العلمانيين نعم ما علاقت هذا اليهود العلمانيين باليهود الغير المانيين نعم هذه اليهود رأي شهدتك أنك تؤكد على المصطلح نعم نؤكد عليها لأن نظلم الناس نعم الأرض الأرض يدخلوا الأرض الأرض التي باركنا فيها نعم يأتك صحة ففيها تفصيل هذه المسألة فيها تفصيل فإذن هنا يعني اليهود في زمن من زمانهم دائما ينحرفون عن بعض نقاط الشريعة يعني يحرم الله عليهم عز وجل كما حرم عليهم مثلا استياد يوم السبت فإذا هم يحتلون ويصطدون يوم السبت بطريقة بالجمعة الجمعة يلقون الشباك باتح الله يحتلون على التهم سرعي لكن لم يلغوا الشريعة المئة بالمئة لم يلغوها نعم لكن جاء موسى مندلسون موزيز مندلسون هذا من يهود النمسا وأخذ يتفلس قال نحن لسنا ملزمين بشريعة موسى عليه السلام يهود حقيقة وندافع ديننا ونتحمس وما إلى ذلك لكن شريعة موسى ما عادت تنطبق مع زماننا فهذا أكبر مندعاء إلى هذه الفكرة موسى موزيز مندلسون موسى مندلسون بالعربية فهذا أول من فتح هذه الفكرة وتبنها بعض زندقة اليهود ولأنهم وجدوا أنفسهم ضعافا والمشكلة مطروحة من قديم لأنها إشكالية شعب الله المختار عندما طبعا الله تعالى عندما كانوا طائعين جعلهم شعبه المختار فعندما عصوا نزع عنهم تلك الولاية لأن الله عز وجل تعمل بالنسب فتح الله عبادة والطاعة عبادة والطاعة فإذن هنا النسب مسألة أخرى قد يكون دعاء مثلا أو ما إلى ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يوجد شيء مضمون وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابن نوح عليه السلام ابن نوح عليه السلام درجة طبوض فاتح الله لا علاقة بالجبل إذن هذه الفكرة أصرت في بعض كانت من طروحة قديما طرحوها لحخاماتهم قبل مجيء عيسى عليه السلام قالوا الناس تتبعوا دياناتها ونحن يدعون الناس جاءت النصرانية بعد ذلك ودعت الناس في زمان فولس أخذوا يدعون الناس إلى النصرانية ليس بني إسرائيل بل كل الشعوب وهذا مخالف لإسالة عيسى عليه السلام فهم طرحوا هذه الإشكالية الناس يكثرون ونحن نقل كيف نفعل فأفتلهم حخاماتهم وهذه موضوعها في التوراة قالوا لهم عليكم أن تدعوهم إلى الكفر أن تدعوهم إلى الكفر فالكفر لا يوحد الناس لأن الكفر مذاب كثيرة مثل الفلسفة اتفق الفلسفة على أن لا يتفقوا للحد كذلك لا يوحد الناس فلذلك يدعو الناس مسلمة ذاية الماركسية ذاية الداروينية ذاية الفرويدية ذاية أي شيء فحتى يضل عن سواء السبيل وتبقوا أنتم أقوى منهم بكثير لكن في زماننا طرحت المسألة من جديد بعد موزيز مندرسون موزيز مندرسون هذا نفسه أحد ابنه له ابنان تحولا إلى النصرانية لأنه صار لديهم شك كبير في اليهودية ووجد أن النصرانية أكثر تماسكاً من اليهودية أنا ذلك المسألة تبنتها تبنتها عائلة روتشيلد هي أخطر عائلة في التاريخ روتشيلد لهم أموال يحبون المال حبهم للمال ماذا يفعل اليهودي إذا جاء إلى قرية أو إلى مدينة أول شيء يفعله ماذا يفتح مخور فيه خمر وابنته وراقصة فيجتمعوا الناس فيعطيهم القمار ثم يبدأ في الربا المقامر يفلس فيسلفه بربا ثم بعد ذلك تكثر البنات يبدأ يرسلهن إلى تحمل الخمر مع هائل الحاكم حاكم القرية أو حاكم المدينة وهكذا تستطيع أن تأتي بأخباره وهكذا يتحكمون حتى بالحكان وهكذا يرتقون إلى العالم وهم الآن يحكمون العالم الصهيونية الآن تحكم العالم فروتشيلد هذا وجد صحفيا متحمسا لموسى مندلسون فقال له استثجرائب استثمشلات بقدر ما استطيع أنا أنفق قل لي كم وأنا أنفق بلا حساب فآخذ هرزل هذا آخذ يدعو إلى إقامة دولة لليهود ولم يحددوا بعد أين هيها تقريبا طافوا على 17 مقترحا بعضها كادوا أن يثبتوا فيه وبعضها تحولوا أفريقيا الجنوبية سونتغافغيك لا أدري أين البرتغال الأرجنتين البرازيل أقوال كثيرة وفي النهاية غربلوها على أن يعودوا إلى أولاستين ليجمعوا بين جانبهم العلماني وجانبهم الديني يغندفوا لبعض المتدينين والمتدين لا يعلم أن المشكلة أنه واقع في خلاف عندما اتتبق معهم أن يذهب إلى فلسطين وقد لا يعلم كثير من الناس أن فلسطين فيها يهود فلسطينيين حقيقيين أكيد وهؤلاء يضربون ويزجنون ويقتلون وتهدم بيوتهم كبقية الفلسطينيين وهو يهودي لتفهم أن المسألة مختلفة جداً بين هذا وذلك وهكذا أسسوا الصهيونية كما هو معلوم وفي مؤتمر بازل أنا ذهبت إليها في سويسرا هي مقسمة إلى ثلاثة أقسام بين فرنسا وسويسرا وألمانيا يعني إذا هجم عليهم جانب يعربون إلى جانبنا لذلك هم اختاروا هذا المكان الحرص على الحياة الحرص على الحياة هو الذي جعلهم يحتلون هذه الحيل وعندها قرروا أن بعدها خمسين سنة سيقيمون دولة بالنسبة إليهم وهذه الدولة إلى حد الساعة لا توجد فيها شروط الدولة شروط الدولة ما هي الأرض أرض إسرائيل إلى حد الآن غير محددة حتى أن بن كوريون قال لهم حيثما وقعت رجل الجندي الإسرائيلي فتمتها حدود إسرائيل الشعب خليط ليسوا كلهم عبرانيين جاءوا بيهود الخزر هؤلاء لا هم يهود خاصة بعد الشيوعية من روسيا وبولونيا صاروا الشيوعيين ملاحدة والعرق ليس عبرانيا وجاءوا فعمروا بهم فلسطين إذن شرط الأرض غير موجود وشرط الشعب غير موجود والقيادة عليها شروط إلى حد الساعة غير موجودة والقانون الذي يحكم البلاد ابتداء بالدستور غير موجود اشتركوا في القناة